طب في مزيع برضو بقى بالمرة تلع بس قال تصريح غريب قوي شوية يعني لا مش غريب شوية لا ده غريب قوي قوي حلف بالله ان الحكام بيقولوله شخصيا ان في حاجة غريبة في كلاتنبرج كلاتنبرج جاي علشان يكسب النادي الاهلي كلاتنبرج ده مولود في النادي الاهلي مولوص في ملعب التيتش متربي في النادي الاهلي عندنا طيب كابتن حازم انت سمعت الكلام ده طبعا طب الكابتن حازم لما سمعت الكلام ده علق بحاجة ما انت اللي جايب الراجل انت اللي جايب الراجل والراجل بيحاول يطور المنظومة يتقال عشان هو بيحاول يطور المنظومة ويعمل حاجة صحة ويدي كل واحد حقه ان الراجل ده شغال النادي الاهلي بس جاي عشان خاطر النادي الاهلي عشان يجامل النادي الاهلي الراجل جاي عشان كده بس هل ده يعقل؟ يعني أنا عايز أعرف اللي حصل اليومين اللي فاته ده يعقل واللي حلف اللي حلف إن أمين عمر حيتوقف طب دي إحنا موجودين لما نشوف الكابتن أمين عمر حيتوقف ولا لأ ما احنا حنتكلم أنا واحد من الناس اللي حتكلم ما بسكتش على حق والسنة دي مش حنسكت على حق للنادي الاهلي إحنا عايزين نعرف الفترة الجاية حنشوف الكابتن أمين عمر حيتوقف ولا الراجل اللي هدد حينفل سهديده حنشوف بقى قوة مين المسؤولين ولا ولا نروح بقى الماتش النهاردة ماتش مهم طبعا جدا 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 نادي الاهلي شعاره الفترة الجاية اخدم نفسك بنفسك والفوز في كل مباراته وده شعار النادي الاهلي دايما يمكن نادي أمبي بيمر ببعض الظروف الفترة اللي فاتت كان نادي أمبي يغير المدير الفني كابتن أحمد كشري برغم العروض الكويسة اللي كان بيعملها ولكن النتائج ما كانش فيه صالح الفريق وجاب القدير الكابتن طلعت يوسف اللي تولى المهمة من عشر تيام بس من عشر تيام كابتن طلعت يوسف لعب مع أمبي مبارتين مباراة الداخلية وتعادل فيها 0-0 مباراة مع التحادس الكندري في اسكندرية وكسب فيها 2-1 حيخش النهاردة مع نوات مرتفعة طبعا هو بيلعب دايما الكابتن طلعت يوسف بطريقة معينة طول عمره بيقفل نص ملعبه ويعتمد على هجامات المرتدة هو عارف ان هو بيحاول يقفل نص ملعبه والن نادي الأهلي جاي من مكسب مكسب كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين بتاع بيرامدز وبمناسبة المكسب بتاع بيرامدز برضه عشان فيه ناس برضه فيه ناس مش أهلوية لهم الجماعة المندسين دوله لهم بيحاولوا يقللوا من إنجازات النادي الأهلي قال لك انتو فرحانين على ايه كنتو فاكرين نفسكوا كويسين كويسين طب يا ريت يا سيدي كل ماتر مرباش كويسين ونطلع كسبانين ثلاثة هم عايزين يفطسوا ويقللوا من اي إنجاز بيعملوا النادي الأهلي اي إنجاز يقول لك اصلا النادي الأهلي ما كانش كويس وكسبان بيرامدز 3-0 لازم بص هو شايفك في الملعب كويس ماشي عايزي يعطلك بأي حاجة بمعاونة البعض بمعاونة بعض المسئولين وكلنا عارفينهم مش عايزين نتكلم أكتر من كده ولكن النادي الأهلي كورة في الملعب النادي الأهلي منظومة محدش هيقدر يوقح بإذن الله بإذن الله بإذن الله محدش هيقدر يوقح